لغز اعلان رحلها بعد دفنها وفاة الفنانة شيرين سيف النصر هو ده هيبقى موضوع الفيديو اللي هنتكلم فيه مع بعض. في البداية طبعا بنتقدم بخالص الاعزاء ربنا يا رب يرحمها ويغفر ليها. فنانة آآ ما سمعناش عنها مشاكل كتير. فنانة راقية. فنانة رحلت عن دنيانا وعن عالم الفن في صوت. ناس كتير جدا وتحديدا الجيل الصغير ما يعرفوش من هي شيرين سيف النصر لان هي نصا اعتزلت التمثيل من اكتر من ستاشر سبعتاشر سنة تحديدا بعد ما كانت بتمثل مع النجم الزعيم عادل امام مصرحية بوديجارد لاكتر من عشر سنوات وكمان كان ليها مسلسل اسمه اصعب قرار سنة الفين وستة وده ما تعرضش وهقول لكم حكاية المسلسل ده تباعا في القصة بتاعتنا. يبقى هنا عشان الناس اللي ما تعرفهاش لان هي قردي معتزل التمثيل من اكتر من ستاشر سبعتاشر سنة. وان كانت هي اعتزلت التمثيل مرتين يا جماعة اعتزلت ورجعت اعتزلت ورجعت. طيب. الفنانة شيرين سيف النصر اعتزلت مرتين ورجعت لان هي كانت متجاوزة من امير سعودي اللي هو اخوي يبقى الانر بتاع قنوات الان بي سي واتجاوزة الفنان متحط صالح وبجاعدين اتجاوزة اخر حاجة دكتور فكان لها تلات زجاد الفنانة شيرين سيف النصر. رحلت في هدوء وسبب الوفاء الاعلن رسميا هبوط حاد في الدورة الدموية. وكانوا بيقولوا ان هناك تدخن في عضلة القلب وسببوا ان الدكتورة نصحوها ان هي تبطل تدخين لان هي من النوع المدخن بشراها بتشب سجاير وبتدخن بشكل كتير وقوي جدا وده بالتالي اثر على موضوع الرئة لكن دايما نمت ملوش اسباب يا جماعة ده ربنا اللي بيختار حتى لو انت ما بتدخنش خالص وربنا اختارك هيتوفاك وربنا يا رب يحفظ الجميع. وصلت اخوها شريف سيف النصر من فضلك لو انا توفيت ومت ما تبلغش اي صحافة ولا اعلان ولا اي حد من الوسط الفني الا بعد ما تغسلوني وتصلوا علي وتروحوا مقابر الاسرة وتدفنوني ابقى طلع الخبر. ازا الخبر اللي كلنا اتفاجئنا بيه ان فجأة الحد الفنانة شيرين سيف النصر سبعة وخمسين سنة ماتت فجأة وما فيش حد راح عزة وما حدش حضر وما فيش صحافة ما سبعناه زي ما بنشوفه كل الاعلام ده كان تبقى لوصيتها لاخوها. وهو قام بتنفيذ وصية اخت. واكيد الفنانة الله يرحمها ويغفر ليها. ليها وجهة نظر في هذه الوصية. يجب ان نحترمها ونقدر. الفنانة اه شيرين اه طبعا اه يعني كان من ابرز ادوارها. اه مين ما بيحبش فاطمة بقى المسلسل اللي كنا قلناه في رمضان بنقعد نستنى. اه طبعا مسات مع الفنان عاد الامام غير بودي جارد ما سلت معاه اكتر من فيلم كمان. فالموضوع كله كان اه ادوار قليلة ولكن مؤثرة لان هي حد كان جميل جدا جدا. وكتير من الناس على سبيل المثال يا جماعة تعالى يعني لما نيجي نحكي واقعة كده عن ذكرها. عاوز اقول لك اه ان هي اه مثلا كان معروضة عليها فيلم اه واعمال فنية ولكن هي لما اعتزلت التمثيل ما كانش نفسيتها مسترياحة. وبرضو لما امامتها توفت جالها زي ما تقول حالة اكتئاب برضو ما كانش حب او اتكمل لما اتجوزت. طبعا الشيخ عبدالعزيز. اه برضو ده خلناها تبعد شوية عن الساحة. اه اه الفنان متحت صالح. الفترة اللي اتجوزوا فيها. اه مرادونا يا جماعة او بعض المشاهير وال والنجوم كانوا حبين جدا انه هما يبقوا قريبين اه منها. يعني بمعنى اصح كان ممكن تبقى في مكان تاني لكن لما يجي معتزل يبقى لها سبعتاشر سنة ويحصلها وفاة ونيجي احنا نعمل الفيديوهات دي احنا وغيرنا ونتكلم عليها يبقى حد اصر فينا ايا كانت حجم اعماله واسمائها او حتى اه ان هي تبقى اعمال قليلة مش كتير ولكن دايما بطبقى السيرة الطيبة. ميما بحبش فاطمة امير الزلام والمال والبنون والشيطانة التي احبتني كلها لو تقدروا تصرشوا عليها للجيل اللي ما عاشاش هي باسم الله ما شاء الله كانت انسانة جميلة جدا على قدر عالي من الجمال. هي اه يعني اه هادية جدا اغلب صدقاتها واعلاقاتها كلها خارج الوسط الفني. يعني ملهاش صاحب ومثلين كتير. وربما ده برضو يبقى من دمن الاسباب. اه فاعتقد ان رحيل الفنانة شيرين سيف النص عن عالمنا بهدوء. لا تستحق الا الدعوة لها بالمغفرة. وربنا يا رب يرحمها. اه محدش ليف نفسه حاجة. ولكن عاشت في صمته وهدوء. ولما رحلت رحلت ايضا في صمته وهدوء.